بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلبة وطلبات صف الثالث من التعليم الفني بس عندنا إيما بلقانكم في برنامج أو برنامجكم في بيتنا المدرسة تكلمنا في الفترة اللي فاتت وفي الحلقات اللي فاتت عن منهج الفيزياء تكلمنا فيه عن الفيزياء الاستاتيكية أو الكهربية الاستاتيكية تكلمنا عن الكهربية الديناميكية تكلمنا عن التأثير المقاطيس للطائر الكهربي تكلمنا عن الأطيوف الزرية الليزر الإلكترونيات الحديثة بإذن الله النهاردة هنتواجد في أولى حلقات المراجعة العامة على ما سبق دراساته النهاردة هنعمل مراجعة على الست وفصول اللي عندنا في المنهج تكلمنا عليهم بالتفصيل هنتكلم النهاردة بقى عنهم في سورة سين وجيم إن شاء الله تكون مراجعة مفيدة لكم وبإذن الله تستفيدوا بها في امتحانكم بإذن الله تعالى أول سؤال عندي في المراجعة السؤال الأول بيقول تخاير الإجابة صحيحة من بين الأكواس السؤال الأول عند تطعيم بلورة السيليكون بالزرنيخ تسمى البلورة بلورة سلبة بلورة مجابة بلورة الجرمان وإنما أجاوب السؤال بتاع اختار دايماً بندرس كل إجابة لوحدها يعني إحنا بنقرأ السؤال كويس وبعد قرأت السؤال ببتدي أدور على كل إجابة لوحدها نمسك بلورة الجرماني هبقى عندي يا بلورة سلبة يا بلورة مجابة أنا هنا هطعم بلورة السيليكون بالزرنيخ يبقى إذن إحنا وإحنا بنشرح قلنا إن السيليكون الناقي ممكن أخليه لشبه مواصل غير ناقي من خلال تطعيمه بأحد عناصر من عناصر الجدر الدوري إما مجموعة الثالثة إما المجموعة الخمسة لو أنا طعمت بعناصر مع عناصر مجموعة الثالثة زي الجاليوم أو بطعم بعناصر مع عناصر المجموعة الخمسة زي الزرنيخ في كل الحالات هديني بلورة أحدهم بلورة سلبة والأخرى بلورة مجابة عند تطعيم بلورة السيليكون الناقي بالجاليوم تصبح البلورة مجابة ولكن عند تطعيمها بالزرنيخ تصبح البلورة سلبة يبقى إذن الإجابة عندي هي البلورة السلبة السؤال الثاني اللي عندي الجهاز المستخدم لمعرفة الحالة الكهربية لجسم هو كشاف الكهربي الأميتر الفولتاميتر زي ما اتفقنا أنا قريطي السؤال خلاص ببتدي أدرس الثلاث إجابات كل واحدة كل إجابة من الإجابات فايدتها إيه أو دورها إيه عشان أقدر أحدد الإجابة الصحية الفولتاميتر أنا عارف أن الفولتاميتر بيستخدم في قياس فرق الجهد أو القوات دفع الكهربية لا ده أنا عايز الحالة الكهربية لجسم الأميتر بيستخدم في قياس شدة التيار الكهربي برضو لا يصلح أو ما قدرش أقولني دي الإجابة الصحية يبقى إذن هو الكشاف الكهربي واشتغلنا في الفصل الأولاني على الكشاف الكهربي وأنه يتكون من فيه جوة تركيبه ورقتين من الزهب وأن ورقتين الزهبيتين هما المسؤولين عن أن أعرف الحالة الكهربية للمواصل أو الجسم اللي عندي وأعرف كمان نوع الشحن عنه يبقى إذن الإجابة الصحيحة هي الكشاف الكهربي سؤال الثالث في الاختيار تتميز أشعة الليزر بالشدة وهذا يعني أنه فوتوناتا أحد الإجابات الثالثة هي المتربطة يلا تخضع لقانون التربية العكسي لإما ذات طول موجي واحد لو أنا بصيت إنه ذات طول موجي واحد دي بستخدمها فخصية من خصائص الليزر وهو النقاء الطايفي هنا أنا بتكلم عن الشدة مش النقاء الطايفي متربطة قلنا دي لما بتكون الفوتونات بتاعتها بتخرج في طور واحد دي بقى دي بنتكلم فيها برضو عن التربية من خلال الفوتونات لكن لا تخضع لقانون التربية العكسي هالإجابة الصحيحة ليه؟ لأن إحنا أشعة الليزر عنده بتبقى ثابتة ثابتة ما بتغيرش مع تغير المسافة قانون التربية العكسي بيقول إن شدة الدوق الساكت بيتناسب عكسان مع مربع المسافة اللي ما بين مكان السكوت الدوق وما بين مصدره طبعا في شدة الدوق ما فيش تناسب عكسي ما فيش يعني إحنا في التناسب العكسي المسافة بتزيد شدة الدوق بتقل أو العكس هنا في الليزر شدة الليزر ثابتة يبقى إذن لا تخضع لقانون التربية العكسي يبقى الإجابة الصحيح عندي إن الليزر لا يخضع لقانون التربية العكسي عشان كده بيتميز بسبات الشدة بتاعته السؤال الرابع أول من أثبت أن معظم الزر فراغ هو العالم تومسون رازرفورد بور قلنا إن أنا عندي تومسون قال إن الزر عبارة عن كرة مسمطة لكن اللي أثبت إن الزر معظمها فراغ من خلال تجربته اللي هي تجربة رازرفورد هو العالم رازرفورد سؤال الخامس عند توصيل عدة مقاومات على التوازي في دائرة كهربية فإن شدة الطيار الكهرباء في الأسئلة دي ممكن إحنا نطلق بط لإحنا خلنا توصيل المقاومات على التوالي وعلى التوازي ودايما بنهتم بالقانون النهايي في حالة التوالي والتوازي اللي هو القانون بتاع المقاومة كلية فإحنا دايما وإحنا بنشاء المقاومة كلية أو في توصيل المقاومات على التوالي وعلى التوازي بنهتم بالقانون نهي المقاومة كلها في حالة التوازي R بتسوى R1 زياد R2 زياد R3 في حالة التوازي في المقاومات 1 على R بتسوى R1 زياد 1 على R2 زياد 1 على R3 إحنا بنحفظ القانونين دول وبننسى سلوك شدة التيار وفرق الجهد في حالة التوصيل على التوالي وعلى التوازي فالسؤال هنا قالك إن أنا عندي هوصل عدة مقاومات على التوازي شدة الطائرة يحصل لها ايه ما قالكش المكاومة الكلية يحصل لها ايه احنا عارفين ان لما وصل عدة مكاومات على التوازي ان المكاومة الكلية هتقل لان من الغرض من التوصيل المكاومات على التوازي ان نحصل على مكاومة صغيرة من مكاومات كبيرة طيب لكن هنا ما قاليش بقى المكاومة الكلية يحصل لها ايه هتزداد ولا تقل ولا تزداد لا ده جاب لي شدة الطائرة يبقى لازم الاول اعرف المكاومة الكلية يحصل لها ايه ومن خلال المقاومة اللي ايه الدائرة اقدر اعرف شدة الطائرة يحصل له ايه يعني احنا هنا ده توصيل توازي يبقى المقاومة هتقل طيب لما المقاومة هتقل شدة الطائرة يحصل له ايه احنا عارفين ان المقاومة وشدة الطائرة ما بينهم تناسب عكسي يبقى لما المقاومة هتقل يبقى شدة الطائرة هتزداد يبقى اذا في حالة توصيل مقاوماتها على التوازي شدة الطائرة بتزيد طيب لو غير في السؤال وقال عند توصيل عدة مقاوماتها على التوالي يبقى إذن شدة الطيار هتقل لأن المقاومة الكلية في حالة التوالي بتبقى مقاومة كبيرة بعد من وصل مقاومات التوالي فشدة الطيار بتاع الدائرة الكلية هيقل عني يبقى إذن الإجابة الصحيحة على السؤال دوت إن إحنا شدة الطيار الكهربلية مر في الدائرة اللي بيتم فيها توصيل المقاومات على التوازي إن شدة الطيار بتزداد يبقى إذن الإجابة الصحيحة عندي هي كلمة تزداد يبقى ما أقدرش أقول تكلب ما أقدرش أقول تزداد لسبتة هي تزداد السؤال السادس في الاختيار تستخدم الأشياء السنية في دراسة التركيب البلوري للمواد لقدرتها وعلى الانعكاس الحيود النفاذ عشان أقدر أجاوب على السؤال ده هناجع وأفتكر خصائص الأشياء السنية في خصائص الأشياء السنية عندي كانوا خمسة لا تتأثر بالمجالين الكهرابي أو الموناطيسي لها قدرة كبيرة على اختراق الأوساط أو النفاذ لها قدرة كبيرة على تأيين الغازات تؤثر على رواحة الفتغرافية الحساسة وأخيرا تحيد في البلورات كلمة تحيد في البلورات يعني هي بيحصلها حيود داخل البلورة ولما يحدث لها حيود داخل البلورة فهي بتستخدم في الكشف عن التركيب البلوري للبلورات بسبب ظاهرة الحيود يبقى إذن هي جوة البلورة بيحصل لها حيود وسبب الحيود دوت هو اللي بنقدر نستخدمها في الكشف عن التركيب البلوري للمواد يبقى إذن مش هنختار للنعكاس مش هنختار النفاذ هنختار الحيود رقم سبعة الفولت وكافي في عندي حاجة اسمها الوحدات المكافئة كل فصل من الفصول التلاتة الأولانين لوما بتكلموا عن الكهربية أو الفيزياء التقليدية لوما الكهربية الاستاتيكية الكهربية الديناميكية الكهربية المناطسية هنلاقي فيهم وحدات لها وحدات مكافئة منهم الفولت كلمة وحدة مكافئة يعني الوحدة اللي بجيبها من القانون اللي أنا بشتغل عليه طيب الفولت احنا قلنا الفولت بقيس فرق الجهد طيب أنا عايز أجيب الوحدة المكافئة بتاعتي طيب مش حافظها ولكن نسيت ببتدي أرجع لتعريف فرق الجهد بين النوتين هو الشغل المبزول لنقل شحنة كهربية مقدارها واحد كولوم بين النوتتين يبقى إذن أنا عندي هنا شغل وشحنة يبقى إذن الوحدة بتاعت فرق الجهد غير الفولت قدر أجيبها من التعريف من خلال الشغل والشحنة الشغل وحدته جول الشحنة وحدتها كولوم يبقى إذن الوحدة المكافئة لفرق الجهد أو الوحدة المكافئة للفولت هي جول لكل كولوم طيب نسترجع مع بعض كولوم لكل ثانية دي الوحدة المكافئة بتاعت إيه؟ أو كولوم لكل ثانية يعني شوحنة في زمن أو شوحنة أثناء الزمن اللي هي قلنا هي كمية الكهربية اللي هي تمر خلال مقطع معين في زمن قدره ثانية واحدة أو في الثانية الواحدة اللي إحنا عرفناها بشدة الطيار الكهربية يبقى كلوم لكل ثانية بتقس كمية اسمها الشدة الطيار الكهربية ولكنها الوحدة المكافئة للأنبير طيب يبقى إحنا قلنا كلوم لكل ثانية خلاص قلنا جول لكل كولوم هنتكلم عن كلوم لكل فولت كلوم لكل فولت يعني شوحنة وجهد آه خدنا السعة الكهربية السعة الكهربية كانت هي النسبة بين شوحنة المكسف إلى جهد هذا المكسف يبقى هي نسبة بين شحنة وجهد شحنة اللي هي الكلوم والجهد اللي هي الفولت يبقى إذن هي الكلوم لكل فولت يبقى السعة الكهربية كلوم لكل فولت طب يا الكلوم لكل فولت بيئيز كمية فيزيائية اللي هي السعة الكهربية طب هي الكلوم لكل فولت وحدة مكافأة مين للفراد يبقى إذن الإجابة صحيحة عندي هي جول لكل كولوم ووضحنا الإيجابتين الآخرتين ممكن نستخدمهم فيه لو جالي أي سؤال عليه سؤال رقم 8 خطوط الفيد المناطيسي داخل ملف حلزوني خطوط الفيد المناطيسي داخل ملف حلزوني تكون دائرية عمودية على محوره موازية لمحوره خدنا ونحن نكلم عن التأثير المناطيسي للتغاري الكهرابي قلنا أن التأثير المناطيسي للتغاري الكهرابي بيتم أو خدناه من خلال دراستنا لثلاث حاجات يهم لمرور طيار في سلك مستقيم يهم لمرور طيار في ملف دائري يهم لمرور طيار في ملف حلزوني أو لولاب في حالة مرور الطيار في سلك مستقيم قلنا أن خطوط المجال المناطيسي بتبقى حول السلك على هيئة دوائر يبقى إذن هي خطوط دائرية حول السلك ده في حالة السلك المستقيم طب في حالة الملف الدائري قلنا ان هي بتبقى عبارة عن دوائر على جانبي الملف ذات نفسه لكن في النص بيتامين ان هي تكون متوازية في حالة الملف الحالزوني او اللولابي قلنا المجال المغناطيسي ده بيبكى انه بيشبه المجال المغناطيسي المغناطيسي للخطوط المنحانية ولكن عند محور الملف بيبقى خطوط متوازية توازي المحور بتاعه يبقى اذا الاجابة الصحيحة اللي عندي ليست دائرية دي بتاعت السلك المستقيم مفيش عمودية على محور هي موازية لمحور يبقى اذا الاجابة الصحيحة للسؤال خطوط الفيد المغناطيسي داخل ملف الحالزوني تكون هنقول موازية لمحوره سؤال رقم 9 اذا كانت المكاومة النوعية المادة تموصل 10 أس سالب 5 أم في متر يبقى المكاومة النوعية 10 أس سالب 5 فان حاصل ضربها في التوصيلية الكهربية لنفس المادة هتستوي كده يعني انا عندي مكاومة نوعية مقدرة 10 أس سالب 5 هجيب التوصيلية الكهربية بتاعتها واضربهم في بعض واشوف ان اذا جاءت لعب كده درسنا من خلال الفصل الثاني قلنا من خلال الفصل الثاني ان التوصيلية الكهربية هي مقلوب المكاومة النوعية قلنا ساعتا المكاومة النوعية رو لكن التوصيلية الكهربية لها السجنة بتسوي 1 على رو يعني هنا بنقول المكاومة النوعية 10 أس سالب 5 يبقى اذا التوصيلية الكهربية 10 أس سالب 5 لو انا ضربت الاثنين مع بعض 10 أس سالب 5 هتلعى 10 أس سالب 5 وقلنا اي اساس القس بتاعه بسفر بيساوي 1 يبقى اذا الاجابة عندي هي 1 يبقى اذا كانت المكاومة النوعية المادة تمواصل 10 أس سالب 5 أوم فان هحاصل ضربها في التوصيلية الكهربية لتنين عكس بعض يعني دي 10 أس سالب 5 هتبقى التوصيلية 10 أس سالب 5 لو ضربتهم في بعض هيطلع الناتج بتاعي بواحد سؤال الأخير في سؤال الاختيار وحدة كياس كسافة الفيد المغناطيسي ويبر ولا ويبر لكل متر ولا ويبر لكل متر مربع ويبر دي وحدة كياس الفيد المغناطيسي احنا قلنا كسافة الفيد المغناطيسي وحدتها احنا عارفينه تيسلا يبقى اذا احنا عالين الفيد ويبر يبقى ما قدرش اخد الويبر كسافة الفيض المغناطيسي ووحدتها هي التسلا طيب مفيش عندي تسلا طيب ايه الوحدة المكافأة بتاعة التسلا احنا اتفقنا انه في الوحدات التلاتة الاول ماين في وحدة مكافأة لازم اخلي بالي منهم كويس طيب التسلا الوحدة المكافأة بتاعتها ايه نرجع لتعريف التسلا هو عدد خطوط الفيض المغناطيسي التي تمر عموديا في وحدة المساحات يعني هي عبارة عن فيض على مساحة قلنا الفيد بالوبر على المساحة للمتر تربيع يبقى إذن التسلا تكافئ وبر لكل متر مربع يبقى إذن كسافة الفيد المناطيس الوحدة بتاعتها ليست وبر ليست وبر لكل متر ولكنها وبر لكل متر مربع ودي الوحدة المكافئة للتسلا اللي هي وحدة قياس كسافة الفيد يبقى إذن الإجابة الصحيحة عندي هي وبر لكل متر مربع هننتقل لنوع تاني من الأسئلة اللي هو السؤال التاني وهو قارن بين كل مما يأتي قارن بين كل مما يأتي أول مقارنة موجودة عايزة قارنة بين التوصيلية الكهربية والمقاومة النوعية من حيث وحدة كياس كل منها المقاومة الكهربية أو المقاومة النوعية وحدتها أوم في متر خلي بالي في حاجة اسمها مقاومة كهربية في حاجة اسمها مقاومة نوعية مقاومة كهربية وحدتها أوم لكن المقاومة النوعية أوم في متر توصيلية الكهربية وحدتها أوم أس سالب واحد في متر أس سالب واحد جيب المقاومة النوعية وحدتها أوم في متر توصيلية الكهربية أوم أس سالب واحد في متر أس سالب واحد سؤال التاني في المقارنة قارم بين الأميتر والفولتاميتر من حيث الاستخدام أقول له الأميتر بيستخدم في إيه والفولتاميتر بيستخدم في إيه الأميتر بيستخدم في قياس شدة الطيار الكهربي الفولتاميتر بيستخدم في قياس فرق الجهد بين النقطتين والقوة الدفعة الكهربية لعمود كهربي كاف ده الكاف ده اختصار القوة الدفعة الكهربية طيب هل ممكن يجيب لي سؤال المقارنة لما بين الأميتر والفولتاميتر بصورة أخرى؟ اه ممكن يجيو لك قارن بين الأميتر والفولتاميتر من حيث التوصيل في الدايرة الكهربية هلاقي أن الأميتر بتوصل في الدايرة الكهربية على التوالي بينما الفولتاميتر بتوصل على التوازن السؤال الثالث في المكرنة كارن بين الليزر والدول العادي من حيث نوع الانبعاث خدنا في الليزر قلنا من خلال كلامنا في فصل الليزر اتكلمنا ان انواع الانبعاث عندي فيه انبعاث تلقوي وفيه انبعاث مستحس احدهما بيوجد في مصادر الدول العادية والاخرى موجود في الليزر عرفنا من خلال دراستنا ان نوع الانبعاث السائد في الليزر هو الانبعاث المستحس بينما نوع الانبعاث السائد في مصادر الدول العادية هو الانبعاث التلقوي يبقى اجابتي لما اجا هكتب هكتب اقوله ان الليزر الانبعاث السائد اللي عنده هو الانبعاث المستحس ولكن مصادر الدول العادية هو الانبعاث التلقوي السؤال اللي بعد كده في المكرنة قارم بين البوابة NAND والبوابة OR من حيث شرط أن يكون الخارج أساوي واحد في الجزئية ديت تكلمنا فيها قلنا كانت في آخر فصلة والالكترونية الحديثة تكلمنا فيها عن البوابات المنطقية أو الدائرة المنطقية وأنهما خمس بوابات في الAND والNAND والOR والXOR والNOT قلنا هنتكلم من هذا أو السؤال هنا بيعيز مقارنة بين الNAND والOR البوابتين دول ولكن من حيث أن شرط الخارج أساوي واحد إمتى بوابة الNAND الخارج هيبقى يساوي واحد وإمتى الOR هيبقى يساوي واحد أولا الNAND دي قلنا بيبقى لها مدخلين ومخرج واحد الOR لها مدخلين أو أكثر ومخرج واحد أنا عايز المخرج يساوي واحد إمتى؟ في حالة الNAND أن يكون أحد المدخلين على الأقل بيكون بيساوي صف لكن في حالة الOR اللي هي دائرة الاختيار لابد أن يكون أحد المدخلين على الأقل يساوي واحد يبقى بيروح كاتب أني رح كاتب له في الإجابة البوابة NAND لها مدخلين ومخرج واحد ولكن يكون الخارج واحد لابد أن تكون قيمة أحد المدخلين على الأقل يساوي صف يعني أخذ المدخلين على الأقل يساوي صف يعني لو مدخل واحد يساوي صف أوكي والتاني واحد فيش مشاكل لكن صفر وصفر شغال يبقى لازم يواحد يقول الاثنين يكونوا بصف البوابة UR قلنا بيبقى ليها مدخلين أو أكثر ومخرج واحد ولكن يكون الخارج واحد لابد أن يكون قيمة أحد المدخلين على الأقل تساوي واحد السؤال لاختيار الآخر أو المكرن الآخر الأجهزة التنظرية والأجهزة الرقمية من حيثه الأساس العلمي الأجهزة التنظرية دي الأساس العلمي بتاعها أنها بتتعامل مع الكميات الطبيعية وتحولها لإشارات كهربية متصلة اللي هي الأجهزة الكهربية القديمة الأجهزة الرقمية اللي هي الأجهزة الإلكترونية الحديثة دي بتتعامل مع كمتين فقط اللي هما السفر والواحد اللي احنا اتكلمنا فيهم عن البوابات المنطقية اللي سأقلنا من ضمنهم النند والأور بلورة شبه الموصل غير نقية والنقية من حيث التوصيلية الكهربية لكل منهم عشان أقارم ما بينهم لازم بنفتكر التركيب البلوري لكل واحدة فيهم سواء كانت شبه الموصل النقي أو شبه الموصل غير النقي نقولنا شبه الموصل النقي هو عبارة عن عنصر من عناصر المجموعة الرابعة سواء كانت سيليكون أو جيرمانيوم وقلنا ان التركيب عبارة عن زرات سيليكون جنب بعدها كل زرة بتبقى محاطة بثمان زرات أخرى عشان بيشتركوا مع بعض بروابط تساهمية روابط تساهمية دي بتخلي البلورة متمسكة ما بيبقاش في مجال حركة شحنات أو انتقال شحنات عشان كده بتبقى البلورة النقيية أو شبه الموصل النقي بتبقى لي شروط في التوصليات بتاعه طيب شبه الموصل غير النقي شبه الموصل غير النقي قلنا هو عبارة عن بلورة سيليكون بطعمها يا بعنصر من عناصر المجموعة الثالثة زي الجاليوم أو عنصر من عناصر المجموعة الخامسة زي الزرنيخ وقلنا ان الشوائب اللي هي موجودة ديته وكلمة شوائب هنا اقصد بها العناصر اللي بضيفها للبلورة الشوائب ديت بتزود من التوصيلية الكهربية للبلورة فبدا البلورة النقيية بيلاها شروط للتوصيل لكن البلورة شبه بلورة شبه الموصل غير النقي بتبقى جيدة التوصيل الكهرابي أو توصيلية للكهربية بتاعيتها أعلى من السيليكون النقي او بلورة شبه الموصل النقي طيب يبقى لما اجا اكتب هقول ايه هقول اولا بلورة شبه الموصل غير نقي اكبر توصيلية كهربية من شبه الموصل النقي قلنا بسبب الشوائب اللي موجودة سواء بازرنيخ او او جاليوم طيب بلورة شبه بيع الموصل النقي هل هي لها حالة واحدة لا لها ثلاث حالات تتوقف فيها على درجة الحرارة بتاعيتها بتبقى عزلة تماما في درجة السفر المطلق رديئة التوصيل في درجة الحرارة العادية ولكن بتزداد درجة التوصيل الكهرابي لها بارتفاع درجة الحرارة يبقى اذا بلورة شبه الموصل غير نقي لها توصيلية كهربية وبتبقى توصيلية الكهربية اكبر من شبه الموصل النقي بلورة شبه الموصل النقي في درجة السفر هي عزلة تماما في السفر المطلق هي عزلة تماما رديئة التوصيل في درجة الحرارة العادية تزداد درجة التوصيلية الكهربية لها بارتفاع درجة الحرارة المكسف الكهرابي والكشاف الكهرابي من حيث وظيفة كل منهم يبقى اذا انا همسك كل جهاز من الجهازين دول وابتدي اقوله ايه وظيفة كل منهم لو بصنا للمكسف الكهرابي قلنا المكسف الكهرابي يبقى هو بيكسف او بيخزن او بيجمع شحنات الكهربية يبقى يبقى يستخدم في تخزين الشحنات الكهربية لحين الحاجة اليها الكشاف الكهرابي وده من الحاجات المهمة جدا في منهجنا قلنا ان الكشاف الكهرابي دوت ليه استخدامين اول استخدام التعرف على الحالة الكهربية للموصل او للجسم اذا كان مشحون او غير مشحون طبعا لو كان مشحون ممكن يبقى مشحون يا موجب يا سالب الكشاف ايضا بيحدد لي او بيمكنني من التعرف على نوع الشحنة سواء ان هو يتعرف على الجسم ان كان مشحون او غير مشحون او يتعرف على نوع الشحنة ده بيتم من خلال الورقتين الزهبية يبقى لما يجي هكتب هقول أن أول حاجة المكسف الكهرابي يستخدم لتخزين الشحنات الكهربية لاستخدامها عند الحاجة إليها كشاف الكهرابي هقوله لاستخدامين بتوعه أول حاجة التعرف على الحالة الكهربية لجسم تاني حاجة التعرف على نوع الشحنة الكهربية الموجودة على الجسم قارم بين توصيل المكسفات على التوازي وتوصلها على التوالي من حيث العلاقة المستخدمة لحساب السعة الكلي يبقى أنا هكارم ما بينهم من حيث العلاقة الرياضية طيب إحنا قلنا في توصيل المكسفات على التوازي إيه القانون بتاعه وتوصيل مكومة على التوالي إيه القانون بتاعه في التوصيل على التوازي القانون بتاعه بيقول أن C بتساوي C1 زايد C2 زايد C3 في حالة التوصيل على التوالي قانون بتاعي 1 على C ساوي 1 على C1 زايد 1 على C2 زايد 1 على C3 طيب هل ممكن نجيب لي مكرنة ما بين توصيل المكسفات على التوازي وعالتوالي بعيد عن العلاقة؟ أو يجي أقول لك من حيث طبيعة السعة الكلية أو من حيث السعة الكلية للمكسفات بعد التوصيل هنقول له في حالة المكسفات ما تتوصل على التوازي السعة الكلية بتعيتها بتبقى أكبر من سعة أي مكسف وفي حالة التوصيل على التوالي بتبقى السعة الكلية بتعيتها أقل من سعة أي مكسف توصيل المكسفات على التوالي وتوصيلها على التوازي من حيث الغرض من التوصيل اللي نحن نستقللونه ممكن يتقال نفس السؤال ولكن في حالة المكسفات وسؤال المكسفات ممكن برضو يتقال في حالة المكسفات يعني السؤالين وراء بعد محتوطين وراء بعد عشان نتنموا ممكن السؤال ده يتغير يبقى مكاومات سؤال المكسفات يبقى مكاومات وسؤال المكاومات ممكن يبقى مكسفات توصيل مكومات على التوالي وتوصيل على التوازي من حيث الغرض من التوصيل قلنا في توصيل مكومات على التوالي قانون بتاعه بيبقى R بتساوي R1 زايد R2 زايد R3 يبقى إذن هو بيساوي مجموع هذه المكومات يبقى إذن الغرض منها أن نحصل على مكومة كبيرة من عدة مكومات صغيرة في حالة التوصيل على التوازي في المكومات 1 على R بتساوي 1 على R1 زايد 1 على R2 زايد 1 على R3 يعني إننا نبحثه على مكاومة صغيرة من مجموعة من المكاومات الكبيرة يما في توصيل على التوالي حصول على مكاومة كبيرة من المجموعة من المكاومات الصغيرة التوصيل على التوازي الحصول على مكاومة صغيرة من مجموعة من المكاومات الكبيرة سؤال المكرنة الآخر التوصيل الأمامي والتوصيل الخلفي للوصلة السنية من حيث التوصيل الكهرباء يعني أنا عندي هجيب وصلة سنائية ووصلها في الدايرة الكهربية واشوف مرة هوصلها أمامي ومرة هوصلها توصيل خلفي طيب إيه اللي هيحصل لما يجا وصلها توصيل أمامي وإزاي بيحدث توصيل أمامي وإيه اللي هيحصل لما وصلها توصيل خلفي وإزاي وصلها تلصيل خلفي يبقى تامين نوضح واحدة واحدة ونشوف إيه هو المكرنب بينهم من حيث درجة توصيلها قلنا الوصلة السنائية عبارة عن بلورة مزدوجة من بلورة سالبة و بلورة مجابة يعني بلورة من النوع N و بلورة من النوع B أما جا وصلها بالدائرة الكهربية بيباع عندنا لها ثلاثين توصيل أمامي و توصيل خلف توصيل أمامي يعني أن الأقطاب المتشابهة هوصلها ببعض بمعنى البلورة السالبة هوصلها بالطرف السالب للدائرة الكهربية البلورة المجابة اوصلها بالطرف المجاب للدائرة الكهربية طيب التوصيل الخلفي ان انا بعكس بقى بخلي ان البلورة السالبة تتوصل مع الطرف المجاب للدائرة الكهربية والبلورة المجابة تتوصل بالطرف السالب للدائرة الكهربية دي طريقة التوصيل امامي وتوصيل خلفي طيب اما اجا اوصل التوصيل انا قلته في الامام والتوصيل انا قلته في التوصيل الخلف هل في الحالتين هيسمح بمنور طيار كهربي في حالة التوصيل الأمامي المكاومة الكهربية بتاعت البلورة هتقل فينتج عن ذلك عبور إلكترنات من البلورة إن عشان تملأ الفجوات الموجودة في البلورة بي نتيجة لأن الجهد الحاجز عندي بيقل فبتسمح بمنور طيار كهربي في حالة التوصيل الخلفي نتيجة التجاذبات اللي بتحصل ما بين السلب والموجب بيزداد الجهد الحاجز فبتزيد المكاومة الكهربية للبلورة فبناء على ذلك بيبتدي يقل أو لا تسمح بمرور الطيار الكهربي طب أكتب إيه؟ إن التوصيل الأمامي أنا كنت بشرح كل ما سابق لكن لما أجي أكتب أنا هكتب إن التوصيل الأمامي يسمح بمرور الطيار الكهربي لكن التوصيل الخلفي لا يسمح بمرور الطيار الكهربي آخر سؤال من أسئلة المقارنة الليزر والدوء العادي من حيث النقاء الطيفي نقاء الطيفي قلنا النقاء الطيفي دوت من خصائص الليزر لما نيجي نقارم بينهم هقوله إن مصادر الدوء العادي يحتوي كل خط من خطوط الطيف على مدى كبير من الأطوال الموجية اللي كل ألوان الطيف موجودة في الدوء العادي عشان كده ما عندهوش نقاء طيفي لكن مصادر الليزر بتتميز بالنقاء الطيفي لأنها بتنتج خطا طيفيا وحيدا فقط له مدى ضئيل جدا من الأطوال الموجية أي أنه يعتبر دوء أحادي الطول الموجي يبقى لما ييجي يقولك حتى يجي لك سؤال يقولك ليه الليزر بتتميز بالنقاء الطيفي أقوله لأنه يعتبر دوء أحادي الطول الموجي بنا ننتقل عن نوعية أخرى من الأسئلة وهو سؤال أكتب المصطلح العلمي في سؤال أكتب المصطلح العلمي هو بيديك التعريف وإنت بتقول المصطلح فقط أول مصطلح عندي مقدار الكوة بالنيوتن المؤثر على شو احنا مقدارها واحد كولوم موضوع عنده تلك النقطة قلنا مقدار الكوة بالنيوتن يعني اللي F المؤثر على شو احنا مقدارها كولوم اللي الكيو يعني اللي F على كيو احنا عارفيني اللي F على الكيو ده بتديني الإي والإي اللي هي شدة المجال الكهرائي مصطلح الثاني فرق جهد بالنقطتين عند انتقال كمية من الكهربائية قدرها واحد كولوم عندما يبزل شغل قدره واحد جول انا بتكلم عن فرق جهد يعني شغل على شحن اداني الشغل بواحد جول اداني الشحنة بواحد كولوم يبقى تلكها الناتج هتطلع واحد فولت يبقى اذا التعريف ده تعريف الفولت مصطلع التالت كسفة الفيد المغناطيسي التي تولد كوة مقدارها واحد ميوتين على سلك طوله واحد متر واحمل طياران كهربائن شدته واحد أمبير عندما يكون السلك عمودية على اتجاه المجال المغناطيسي ده تعريف وحدة كواس كسفة الفيد اللي هي التسلا فرق جهد بين كطباء العمود عند انعدام شدة الطيار الكهرباء يعني انا اجيب فرق جهد بين الكطبين اللي هم الموجب والسالب ولكن لما ما يكونش في طيار يعني لما تكون كل الشحنة متخزينة جوه العمود طالما ان انا قلت كل الشحنة متخزينة جوه العمود فيبقى ده كوة دفعة الكهربية او بنختصرها بالكوف ده الكهف اقصى فرق جهد على جانبي الواصلة السنائية يكفي لمنع عبور الالكترونيات من البلورة السالبة الى البلورة المجابة كنا لسه بنتكلم في التوصيل الامامي والتوصيل الخلف للواصلة السنائية وتكلمنا ان في حاجة اسمها الجهد الحاجز هي دي اللي بتتحكم في عبور الالكترونيات من البلورة السالبة الى البلورة المجابة يبقى ازا اقصى فرق جهد هو الجهد الحاجز الكهربية اللي احنا بنسميها الكهربية الساكنة الساكنة اللي هي المستقرة وانا هنا مكتوب قدامك مستقرة يبقى ازا هي الكهربية الاستاتيكية او الكهربية الساكنة طيف يقابل اطوالا موجية محددة تميز العنصر المكون لمادة الهدف في انبوبة كوليج كلنا هندور طيف في حد ابسط حاجة هنكتب الوان الطيف لأ انا بص هو حدد قالك فين في انبوبة كوليج في انبوبة كوليج ايه غرض او ايه فايدة انبوبة كوليج ان الفايدة من انبوبة كوليج هو الحصول على الاشعة السينية واشعة اكسي طيب اه ده بيكلمني في طيف يبقى ازا طيف هينتج من الاشعة السينية اه انا عندي طيفين بيطلع من الاشعة السينية في طيف متصل وطيف خطي لو انا بصيت على الطيف الخطي وقعدت في تيكر هلاقي ان هو طيف يقابل اطوال موجية محددة يبقى ازا السؤال هنا يقصد به الطيف الخطي يبقى ازا لما ايه جاء لقي انبوبة كوليج يبقى ازا هتكلم عن الاشعة السينية يبقى دايما بفكر في الحده بتاعت الاشعة السينية في الجزء بتاعت الاشعة السينية ده هلاقي الاجابة فيه قال لي هنا طيف اه طب اطيف الاشعة السينية اه في طيفين طيف متصل وطيف خطي طيف المتصل لا ده ليه مدى طويل من الأطوال الموجية لكن مش أطوال موجية محددة يبقى إذا هو مش طيف متصل يبقى إذا هو الطيف الخطي اللي هو المقصود بالمصطلح العلم يبقى المصطلح العلمي إجابته عندي الطيف الخطي العدد الكلي لخطوط الفيض التي تمر عمودين على مساحة معينة قلنا أول ما أبص على التعريف ده هفتكر الفصل الثالث لأن خطوط الفيض المغناطيسي هلا عندي فيه تعريف الفيض وفيه تعريف كسافة الفيض اللي اتنين طيب أعمل إيه هلا إن أنا عندي في كسافة الفيض موجود في آخر التعريف وحدة المساحات يبقى إذا لو لقيت فيه وحدة المساحات يبقى إذا أنا هشتغل على كسافة الفيض طيب ما فيش وحدة المساحات يبقى هو ده تعريف الفيض المغناطيسي تضخيم وتكبير شدة الضوء بواسطة الإنبعاث المستحس الانبعاث المستحس كنا لسه سألين سؤال من شوية وقلنا ان الانبعاث المستحس ده الانبعاث السائد في مصادر الليزر يبقى اذا هو الانبعاث المستحس ده اللي انا بحصل منه عن الليزر لانه هو بيتكبر لي او بيدخام لي شدة الدوق الحالة اللي تكون فيها عدد الزرات في مستويات الاسارة العالية اكبر من عددها في المستويات الادنى اه يعني انا بقول ايه بقى مستويات اصارة واجب اقول ان عدد الزرات في مستويات الاسارة اكبر من عدد في مستويات الارضي طب انا هستفيد ايه لو انا عدد الزرات في مستويات الاسارة العالية اكبر من عدد في مستويات الارضي اه يبقى لما هتيجي تنزل بعد فترة نصف العمر هيبتدي انبعث منها فتونات الفتونات ديت هي اللي هتديني الليزر اه ده من شروط حدوث الليزر او الحصول على الليزر هو ان يحصل الكلام اللي احنا متكلم عنه انه بيكون عدد الزرات اللي موجودة في مستويات الاسرار العليا اكبر من عددها في المستوى الادنى او المستوى الارضي عشان يحدث حالة اسمها حالة الاسكان المعكوس في حالة الاسكان المعكوس حالة الاسكان المعكوس ده هي فكرة عمل او نظرية عمل اشعة الليزر يبقى اذا الحالة اللي بيكون فيها عدد الزرات في مستويات الاسرار العليا اكبر من عددها هي دي تسمى حالة الاسكان المعكوس السؤال الرابع عندي او نوع رابع من الاسئلة وهو بين صحة او خطأ العبارات الاتية مع تصويب الخطأ يعني اقول ايه الصح ايه الغلط اللي عندي اول سؤال يتوقف سابت كلهم على نوع الوسط الفاصل بين الشحنيفين سابت كلهم ده كان موجود في القانون الاولاني اللي هي بتاعة الشحنات اللي هو قانون الاف قانون الاي قانون الفي وفعلا سابت كلهم بيتوقف على نوع الوسط الفاصل بين الشحنتين حتى هتلاقي موجود انه سابت كلهم ده موجود للرقم اللي موجود معك اللي هو تسعة فعشر استسعة ده قيمته في حالة الفراغ او الهواء السؤال التاني في التصحيح تتناسب شدة المجال في نقطة ما تناسبا عكسيا مع مجدر الشحن طب انا عشان اعرف الكلام ده لازم اعرف القانون طالما اني تناسبات بيبقى لازم القانون اكون انا حافظه وابتدي اكتبه معايا في الورقة وابتدي ابص ده تناسب بقى ايه عكسي ولا طردي بقول شدة المجال اللي هي رمزها الاي بقول الشحنة اللي هي رمزها الكيو اه طب ايه العلاقة بين الاي والكيو او ايه القانون اللي بربط ما بينهم ان الاي بتساوي الكي في الكيو على الدي تربيع ايه بتساويها تاني ايه بتساوي كي في كيو على دي تربيع يبقى إذن ألاقي أن هنا أن الإي والكيو ما بينهم تناسب طردي فإذن تصبح لإجابة خاطئة تصحيحها هي كلمة طرديا وليس عكسي سؤال الثالث يسري الطيار الكهرابي خلال الموصل من الكتب الموجب إلى الكتب السلم في خلال أو من خلال الموصل بلا أن الطيار الكهرابي بيتحرك من الكتب السالب إلى الكتب الموجب فالإجابة خاطئة والتصحيح بتاعها من الكتب السالب إلى الكتب الموجب المقاومة النوعية لمادة خاصية فيزيئية مميزة لهذه المادة وده صحيح إذن الإجابة هنا صحيح لأن اسمها حتى من المقاومة نوعية يعني نوعية جاء من كلمة نوع إذن هي خاصية مميزة لنوع المادة تختلف القيمة بتاعتها من مادة إلى أخر كسافة الفيد المناطيس الناشع عمرور طيار الكهرابي في ملف دائري يتناسب طرديا مع عدد لفات الملف رجعنا تاني للتناسب وقلنا طالما أني فيه تناسب أبتدي أفتكر القانون قانون كسافة الفيد المناطيس الناشع عمرور طيار في ملف دائري بيقول إيه؟ البي بتساوي 100 على 2 فيه إن في آي على آر آه طب هل كسافة الفيد تتناسب طرديا مع عدد لفات الملف يبقى إذن الإجابة عندي صحيح لا يصدر الإلكترون لا يصدر الإلكترون إشعاع طالما كان يتحرك في مستوى الطاقة الخاص بي لا يصدر الإلكترون إشعاع طالما كان يتحرك في مستوى الطاقة الخاص بي الإجابة صحيح نواة الزرة عند بور سالبة الشحنة وكل أنا عارفين من الإعدادية إن النواة مجابة الشحنة يبقى الإجابة خطأ والتصحيح مجابة الشحنة قال البلورة المجابة مجابة شحنة البلورة المجابة مجابة شحنة وقفنا عندي دي قلنا أثناء الشرح سميت بلورة مجابة ليه؟ لأن حاملات الشحنة فيها هي الفجوات المجابة ولكنها ليست مجابة شحنة هي متعدلة الشحنة يبقى إذن هي مش مجابة شحنة طب سموها ليه بلورة مجابة؟ لأن حاملات الشحنة اللي فيها هي الفجوات المجابة الفتون المنبعث في الإشاعة التلقائي له نفس تردد الفتون الذي سبب الإثارة الإجابة صحيحة لأننا قلنا الفتونيات بتبقى متفقة في التردد في حالة التوصيل الأمامي للوصلة السنائية تكون مقاومة الوصلة السنائية لمرور التار فيها أقل ما يمكن قلنا في توصيل الأمامي يعني سالب مع سالب البلورة السالبة مع الطرف السالب للدائرة والبلورة المجابة مع الطرف المجاب للدائرة فالجهد الحاجز بيقل طالما أن الجهد بالحاجز بيقل يبقى المقاومة بتاعت البلورة بتقل يبقى إذن الإجابة صحيحة نوع آخر من الأسئلة وهو علل لمياتي أول سؤال علل تزداد درجة توصيل بلورة الجيرمانيوم أو السيليكون بارتفاع درجة الحرارة قلنا من شوية أن بلورة السيليكون أو الجيرمانيوم بيبقى فيها روابط ساهمية ما بين الإلكترونات اللي موجودة بينها وما بين بعضها فبيتبقى متماسكة مع بعضها قلنا لما بنيجي في درجة السفر لما تكلمنا عن التوصيلية الكهربية بتاعتها قلنا في درجة السفر المطلق بتبقى عزلة تماما لكن في درجة الحرارة العادية بتبقى بارتفاع درجة التوصيل وقلنا أن بتزداد التوصيلية بتاعتها بارتفاع درجة الحرارة طب ليه بقى بتزداد؟ لأن درجة الحرارة درجة بتكسر الروابط اللي موجودة أو روابط ساهمية اللي موجودة داخل البلورة فبيبتدي يتحرر بعض الالكترونات تحرر بعض الالكترونات الحرة يسمح بمرور طيار كهرابي من خلال البلور يبقى هنقول لان الطاقة الحرارية تعمل على كسر بعض الروابط فتحرر بعض الالكترونات اللي بتسمح بمرور الطيار الكهرابي تاني تعليل تغذية انبوب الليزر انبوب ليزر الهيليم نيون بمجال كهرابي عالي التردد يعني الانبوبة بتاعت الهيليم نيون بغزيها بمجال كهرابي عالي التردد او لازم تكون متوصلة بمجال عالي التردد ذلك لإصارة زرات الهيليم ونيون عشان عملهم عملية الإصارة حتى تم عملهم عملية الإصارة يعني هعمل عملية الإسكان المعكوس حالية الإسكان المعكوس اللي انا قلته وجود حالة الإسكان المعكوس ده الشرط او الفكرة الاسسية او العامل الاساسي في الليزر يبقى الاجابة عندي لإصارة زرات الهيليم والنيون تعليل رقم 3 الزرة متعددة شحنة كهربية وده سؤال معروف من زمان قلنا لاني بيبقى عدد الالكترونات اللي هي السلبة اللي موجودة حول النواة بيساوي عدد البروتونات او اللي هي الشحنات المجابة داخل النواة عدد الالكترونات او الشحنات السلبة حول النواة تساوي عدد البروتونات او الشحنات المجابة داخل النواة تستخدم أشعة اكس لتكوين سور للعزام او الأجسام المعدنية تكلمنا من شوية عن خصاص أشعة اكس ومن خلال خصائص أشعة اكس او الأشعة السينية بنيقدر نستخدمها لاستخدامات بتاعتنا قلنا كان اول استخدام قلنا في السؤال قبل كده بيستخدم في الكشف عن البلورات او التركيب البلوري للمواد ادي الاستخدام تاني هو تكوين سور العزام او الاكسام المعدنية ليه بقى؟ لان قدرة الاشعاء السنية على النفاذ كبيرة ادي ودي قلناها من الصفات بتاعتها او من الخصوص بتاعتها ان قدرتها على النفاذ كبيرة والعزام او الاكسام المعدنية تمتص نسبة اكبر من اشعة فيكون لها ظل فاتح في السورة اللي على اللوح الفوتوغرافي لانها بتسيب اثر على اللوح الفوتوغرافي تقل شد تيار الكهرابي عند توصيل المكاومات الكهرابية على التوالي تقل شدة الطيار الكهرابي عند توصيل المكاومات الكهرابية على التوالي وده عكس السؤال اللي احنا خدناه في اختيار كان هناك توصيل المقاومات على التوازي جبنا هنا توصيل على التوالي قلنا هناك شد طار الكهربية بتزداد هنا شد طار بتقل طب ليه بقى بتقل لان احنا قلنا عن توصيل المقاومات الكهربية على التوالي هنحصل على مقاومة كبيرة وما حصل على مقاومة كبيرة شد طار عندي بتقل لان شد طار اللي بيقل عندي بيبتدي يقلي ليه لان فيه تناسب عكسي ما بين شدة الطيار وما بين المقاومة فبقول عند توصيل مقاومات الكهربية على التوالي تزداد قيمة المقاومة الكلية للدائرة فتقل قيمة شدة طيار لان فيه تناسب عكسي ما بين المقاومة وشدة الطيار استخدام الريوستات المنزلق في الدوار الكهربية وخلي بالي اني لازم اعرف الاسم التاني للريوستات المنزلق وهي المقاومة المتغيرة ليه بستخدم الريوستات المنزلق المقاومة المتغيرة في الدوار الكهربية قلنا للتحكم في شدة الطيار المر في الدائرة اخر تعليل عندي تمر معظم دقائق الفى الساقط على صفيحة رقيقة جدا من الزهب دون تغير في مصارها يعني احنا لو فاكرين تجربة رازرفورد قلنا في تجربة رازرفورد ان هو جاب شريحة من الدهب وصلت عليها سيل من دقائق الفى المجابة او جسيمات الفى المجابة فوجد فيه تلات حاجات وجد ان معظمها بيمر دون ان يعاني اي انحراف في مصاره لقى في بعض منها بينحرف بينحرف عن مصاره وهو خارج من شريحة الدهب نوع الثالث بيرتد ما بيعديش من شريحة الدهب وضع تفسير لكل حالة من الحالات ديت جاب منهم حالة في السؤال اللي عندي اللي هي تمر معظمها كلمة تمر معظمها ليه لان احنا قلنا من شوية ان رازرفورد اكتشف ان معظم حجم الزرة فراغ طالما ان هي معظم حجم الزرة فراغ فابتسمح بمرور دقائق الفى يبقى اذا تمر ليه معظم الطاقات لان معظم حجم الزرة فراغ تكلمنا النهاردة عن مراجعة سريعة على ما سبق دراسته تكلمنا عن خدنا اسئلة اختيار خدنا اسئلة مصطلح علمي خدنا تصويب خدنا مكرنة خدنا علل ان شاء الله باذن الله هيبقى في حصة قادمة باذن الله تعالى او حلقة قادمة نقدر نكمل فيها وناخد فيها شوية مسائل نبتدى نرجعهم عن مسائل المنهج بتاعنا ان شاء الله تكون لنا حلقة قادمة باذن الله في حلقة قادمة نتكلم فيها عن كل اللي جاي بكده نكون حلقة النهاردة انتهت من حلقات مادة الفيزياء في برنامج في بيتنا مدرسة باذن الله على وعد باللقاء اخر ان شاء الله في حلقة قادمة نستكمل فيها مراجعة ما تم دراسته في العام الدراسي الحاج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة